السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد من فيديواتنا لعب التي نقدم مرحبا بكم محبي وعشيق لعبة تناني الأسطورية كما أخبرتكم أصدقائي في مجموعة من الفيديوهات السابقة أنه بعد الفعالية السماوية هذا من طبيعة الحال معروف يعني ليس لاختراع جديد أو لنقول الاكتشاف أنه بعد الفعالية السماوية سوف تكون هناك فعاليات قديمة هذه الفعالية القديمة بطبيعة الحال كما تعودنا سوف تأتي بتناني جديدة وسوف تأتي بتناني معادة أي تناني لنقول تم إعادتها الجميل في الأمر أنه سوف تعود على حسب التسريبات الموجودة لدينا سوف تعود اثنين من التناني الأكثر طلبا طبعا قبل لنقول الاسترصال في الشرح صديقي ماي سوف يرد في هذا الفيديو عبارة عن معلومات من منشور على الفيسبوك لا أقول أنه تسريب ولا أقول أنه بالنسبة لإكتشاف شخصي ولا أقول أنه لنقول خبر لنقول مثل له أنا مجرد شاهدت منشور سوف نقوم بتحليله وإن يكون في هذه الحلقة ربما يكون صحيح ولا ربما يكون خطأ ولكن كما لنقول كما أريد لنقول أن تصلكم الأخبار متأخرة لهذا أثرت تسليط الدوء على هذا المنشور اثنين من التنانين سوف تعادوا هذه التنانين من أكثر التنانين لنقول التي يطلب الأصدقاء عودتها سوف يعود في هذه الفعاليات هذا الرائع جدا وهو التنين الأساسي موجود لديه نعم صديقي مموت سوف يعود في هذه الفعاليات بالإضافة إلى تنين إيكيز أبو الأكيكيز الوقح سوف يعود أيضا في هذه الفعاليات وكذلك سوف يعود فالكوف هذه لنقول الترسانة الرائعة جدا من التنانين بطبيعة الحال إذا صح المنشور وعادت سوف تكون تنانين ممتازة جدا والكثير من الأصدقاء يود الحصول على الأقل على واحد منها لكن صديقي كما نعلم في فعالية مضت بدون تحديد زمن في فعالية مضت كانت هناك فعالية قديمة وللأسف الجائزة الكبرى لم تكن تنين قويا أو لنقول قوي جدا ولم يكن تنين أصل وإنما كان هذا التنين هو التنين الجائزة الكبرى ولله الحمد وقتها ستطعت الحصول عليه هذا والتنين كانت جائزة كبرى كذلك في فعالية مضت كان لدينا لنقول تنين أصل مكرر وهو تنين ياجير هذا الموجود هنا وكذلك في فعاليات أيضا مضت كان لدينا لنقول أصل المعدين كوذيز كأحد التنين التي أعيدت لكن للأسف الآن ننسى اسمه إعادة الأصول الأصول لن تعود على الإطلاق سوف تظهر إما شقائق الأصول أو سوف تظهر تنالين عادية كما ظهر هذا السنين كانت جائزة كبرى في فعالية قديمة الآن ما هي التنالين التي سوف تعاد وما هي التنالين الجديدة أو عناصر التنالين الجديدة هذا صديقي ما سوف نشاهده في هذا المنشور هذا هو المنشور صديقي على أحد الصفحات في الفيسبوك كما تشاهدون طبعا آثرت إبراء التبهيان لكم لنقول المنشور بلغة إنجليزية حتى تستطيع صديقين لنقول مشاهدته وطبعا مما لنقول ليرشح لنا هنا نرى أنه مجموعة من التنالين سوف تعاد على سبيل المثال سوف يعاد فالكوف كما تشاهدون سوف يعاد موموتو سوف يعاد إيكيز كذلك سوف يعاد زيليك ولكن زيليك سوف يكون متاح فقط لما قام بشراء مولد القرون هذه التنالين التي سوف تعاد كما تشاهدون ترجمة المنشور صديقي تقول أنه جدول الفعاليات الطاقة النار القديمة إذن لدينا فعاليات عبارة عن طاقة نار قديمة كما تشاهدون باختصار من شهر 24 شهر 5 إلى 21 شهر 6 أي أن الفعاليات على حسن ما يقول المنشور سوف تبدأ يوم 24 هذا الشهر وسوف تنتهي يوم 21 الشهر القادم بالنسبة للفعاليات في الفصل الأول سوف يكون لدينا لوحة النار لعنصر النار كما تشاهدون ستصديف لنقول لوحة النار تيني فالكوف والذي سوف يكون متواجدا في لوحة النار بالنسبة للفعاليات القديمة والفصل الأول وفي التبعات الحال نعلم أنه الفوصول تنقسم إلى فصلين فصل أول يستمر أسبوعين وبفصل الثاني يستمر أسبوعين يعني الفصل الأول والثاني سوف يكون لفصل النار والفصل لنقول الثالث والرابع سوف يكون لفصل الطاقة بالنسبة للفعاليات القديمة في الفصل الأول سوف يكون لدينا لوحة النرد وطبعا توجد في القناة تستطيع لنقل مشاهدتها أو البحث في القناة عن لوحة النرد سوف تجدها عموما سوف يكون لدينا لوحة النرد التلين الموجود في السنديق القديمة في لوحة النرد هو التلين فالكوف عدد قطاعه 500 قطعة تستطيع الحصول عليه إذا جمعت 500 قطعة تستطيع إما الحصول عليه الدفعة واحدة على طريق دفوعات أو تستطيع الحصول عليه بشكل مضمور إذا قمت بفتح 170 بايدا كما تعودنا أو 170 صندوق كما تعودنا في الفعالية الماضية كذلك يوجد تني جديد اسمه هذا التني الموجود هنا سوف يكون في المشكلة المزدواجة هذا بالنسبة للفصل الأول الآن بالنسبة للفصل الثاني الفصل الثاني بدلا من فالكوف لأن فالكوف سوف ينتهي بنهاية الأسبوع الثاني عند بداية الأسبوع الثالث سوف يعود موموتو سوف يدر موموتو في لوحة النرد في لوحة النرد سوف يدر موموتو عبارة عن قطع سوف يتواجد في السنادق القديمة في لوحة النرد إذا قمت بجمع خمسمائة قطع من تني موموتو تستطيع الحصول عليه أو 170 صندوق تستطيع الحصول عليه بشكل مضمون كذلك سوف يتواجد لدينا التنين في لوحة النرد صديقي في المشكلة المزدواجة هذا التنين الموجود هنا كذلك صديقي سوف يعود لدينا المذبح القديم هذه المرة سوف يكون لدينا حوالي 4 من الثاني في المذبح القديم التلين الأول سوف يكون عناصره ظل وطاقة وقديم كما تشاهدون لم يتم تسميته بعد كذلك سوف يكون لدينا تلين آخر في المذبح القديم وعناصره معدل ونار وقديم وفي اعتقادي أن هذا سوف يكون أفضل أيضا لم يتم تسميته وسوف يكون لدينا تلين ثالث في المذبح القديم وهو تلين إيكيس المتواجدون تستطيع الحصول عليه طبعا هذا سوف يكون عدد قطعي 500 قطعة هذا عدد قطعي 500 قطعة وإيكيس عدد قطعي 500 قطعة بالنسبة لزيليك سوف يعود ولكن سوف يعود إذا قمت فقط بشراء مولد القرون تستطيع فتح قفل لنقول زيليك إذا استطعت فقس هذه التلين وهو هذا التلين الموجودون هذا التلين الموجودون وكذلك هذا التلين الموجودون والتلين الذي سوف يكون في لوحة النرد في المشكلة المزدوجة هذا التلين الموجودون في الفصل الأول والتلين الموجود في لوحة النرد في الفصل الثاني إذا حصلت على هذه الربعية سوف تحصل على لنقول التنين الجائزة الكبرى لا نعلم ما هو التنين الجائزة الكبرى صراحة أصدقائي ولنقول سوف يكون من عناصره حريق أو نار وكذلك الأرض والقديم إذن هنا تنين الجائزة الكبرى صديقي لن يكون شقيق الأصول وكذلك التنين الجائزة الكبرى لن يكون تنين قديما قوية جدا وإنما التنين العادي عناصره لنقول أرض وكذلك نار وقديم لهذا إذا صحر هذا المنشور في اعتقادي الشخصي بما أنه ممتوس سوف يكون متواجد لدي سوف أركز على فالكوف لأنه لا يتواجد ما هو لدي من أجر الحصول عليه وكذلك سوف أركز في المذبح القديم على إيكز من أجر الحصول عليه وبالتالي سوف لنقول تكون لدي فرصة لإضافة 2 من التنالين القادمة إلى مجموعة هي ليست التنالين الجديدة بطبيعة الحال التنالين أعيدة فقط ولكن سوف أحاول الحصول عليها لأنه التنالين الجديدة لا يجد لنقول جائزة كبرى تستحق على الجائزة الكبرى هو التنين العادي من عناصره أرض وكذلك نار وأقاديم وبالصراحة لنقول مرتاح لهذا الجائزة الكبرى لماذا؟ لأنه إذا لم يكن شقيق الأصول إذا سوف ألعب وأنا مرتاح يعني لا يوجد علي ضغط من أجل الحصول على أربع تنين للحصول عليه في نهاية لنستخدمه لهذا هذا التنين نفسه سوف يعاد في فعاليات أخرى كان صديقي هذا باختصار هو المنشور الذي تم تسريبه باختصار هناك اثنين من التنين الجديدة أو ثلاثة من التنين الجديدة قديمة هذه التنين الأول عناصره ظل والطاقة وقديم التنين الثاني معدن ونار وقديم والتنين الثالث أرض ونار وكذلك قديم هذا سوف يعتبر شقيق أعتقد بوكرا شقيق بوكرا هذا الموجود هنا سوف يكون كجائزة كبرى من أجل الحصول على هذه الجائزة الكبرى يتوجد عليك الحصول على التنين الجديد القديم الذي لديه ظل والطاقة وقديم والثنين الآخر معدن ونار وقديم هذه الثانية يتوجب الحصول عليها بالإضافة في لوحة النارد يتوجب عليك الحصول على الثنين الموجود في المشكلة المزدواجة في الفصل الأول من لوحة النارد والثنين الموجود في المشكلة المزدواجة في لوحة النارد في الفصل الثاني بالحصول على الثنين المشكلة المزدواجة وهم إذنين والحصول من البذلح القديم على إذنين من الثنين الجديدة سوف تستطيع الوصول إلى الجائزة الكبرى كذلك إذا أردت لنقل التركيز على التنالين العائدة تستطيع الحصول على فاركوف لنقل لوحة النارد في الفصل الأول والحصول على موموتو في لوحة النارد في الفصل الثاني وكذلك يوجد إيكيز في المذبح القديم طبعا هذا كان كتقديمة بالنسبة لي لو صحت هذه المعلومات الموجودة هناك سوف ألعب الفعالية القديمة لأول مرة ليس من أجل الحصول على تنالين قديمة جديدة يعني تنالين قديمة تم إضافتها بشكل جديد ولكن سوف أحاول الحصول على تنالين تم وضعها في السابق وأريد الحصول عليها مثل فاركوف وضمه إلى مجموعتي مثل إيكيز وضمه إلى مجموعتي مموتو أصلا متواجد لدي لا أحتاجه وكذلك إن أتيحت للفرصة سوف أحاول الحصول على أحد هذه التنالين الموجودة وغالبا سوف يكون الظل الطاقة والقديم إلى هنا حلقتنا تصل إلى نهايتها أتمنى لكم التوفيق جميعا أصدقائي في الحصول على هذه التنالين متى ما رشحت أو ظهرت لدينا معلومات حول الفعلية القديمة القادمة سوف نعمل على نشرها بإذن الله شكرا جزيلا لمشاهدة هذا الفيديو